احتفاءً بنهاء كأس مولي العهد حفظه الله وبهدف إتاحة الفرصة لانطلاقة جديدة للأندية قررت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم إلغاء جميع العقوبات الإدارية على مسؤولي ولاعبي الأندية وتشمل الإنذارات والإيقاف الإداري والشطب لللاعبين والأطقم الفنية والإدارية كما قررت اللجنة تعيين المحام خليفة العسعوس رئيساً جديداً للجنة الاستئناف في الاتحاد